ما حكم قنوة النوازل بدون إذن الإمام؟ وما حكم التأمين خلف من يقنط إذا لم يكن جائزا؟ قنوة في النوازل هذا من صلاحيات ولي الأمر ويكون هذا بفتوى من أهل العلم إذا أفتأ أهل العلم الموكول إليهم الفتوى الموكول إليهم الفتوى اللي يصدرون الفتاوى في الأمور العامة وأفتأوا بهذا ولي الأمر عممه على الناس فيعمل به أما اللي يقنط بدون فتوى هذا مخطي لكن الصلاة تصح ويجوز الصلاة خلفها الصلاة صحيحة إن شاء الله مع أنه مخطي هو لكن العجيب أنهم يقنطون بدون فتوى وإذا صدرت الفتوى بالقنوة امتنعوا من القنوة فدل على أنهم يريدون المعارضة والمخالفة نعم ترجمة نانسي قنقر